بقى لزميرتنا العزيزة مريم سميح المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان تطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق به الثلاث فروع المختلفة للنادي الأهلي مريم صباح الفل عليك اتفضل يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان مصبح عليك يا كريم مصبح عليك يا أكيد يا نهوان يوم جديد جولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة جولة بداية الأسبوع طبعا هيكون فيها معانا أهم الأجواء وكمان أهم أخبار الفرق الرياضية على جميع المستويات بالنادي الأهلي خلينا نبدأ طبعا بالأجواء داخل المقر الرئيسي هنا بالجزيرة يمكن فيه هدوء نسبي بالنسبة لأقبال الأعضاء بالنسبة طبعا لبداية الأسبوع يوم الأحد ولكن كمان عايزين نتكلم عن الانخفاض الكبير والملحوظ في درجات الحرارة بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة يمكن درجة الحرارة بتتراوح الآن ما بين 25 ل27 درجة مقوية وده اللي شجع الأعضاء المتواجدين هنا بالمقر النادي الأهلي بالجزيرة على التواجد في المناطق المفتوحة كمان بالنسبة للطرق المؤدية للمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة وهو المقر الرئيسي يمكن فيه سيولة مرورية كبيرة جدا باستثناء الطرق الرئيسية سواء محور 26 يوليو أو محور صفت اللبن ولكن كل يعني الشوارع المحيطة بالمقر هنا سواء قصر النيل أو الدقي أو العجوزة بها سيولة مرورية كبيرة جدا خلينا بقى ننتقل دلوقتي لأهم أخبار فرقنا الرياضية وطبعا على رأسهم الفريق الأول قرة القدم بقيادة مستر بيتس موسيماني ويمكن الفريق عاد مرة أخرى لسكة وطريق الانتصارات عقب الفوز على أمبي مساء أمس بنتيجة 1-0 ده طبعا في دور 16 بطولة كأس مصري يمكن شوفنا أداء مشرف ومباراة كبيرة جدا من قبل رجال النادي الأهلي الحقيقة أنهم قدوا مباراة أكثر من رائعة أمام نادي أمبي وبهذه النتيجة تأهل الفريق لدور التمانية وهي المباراة التي ستكون أمام نادي بيرمز ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحدد موعد المباراة بعد الحقيقة أن بعد هذه المباراة قرر مستر بيتس موسيماني أن يمنح الفريق راحة سلبية اليوم الأحد وهيستقنف التدريبات غدا الاثنين هيكون التجمع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وهيبدأ الميران في تمام الساعة الرابعة والنصف خلينا بقى ننتقل دلوقتي لأهم أخبار الفرق الرياضية الأخرى الحقيقة يعني أن كل الأخبار اللي هتكون موجودة معنا بالنسبة لألعاب الأخرى بيغلب عليها طابع الانتصار وده للحمد لله النادي الأهلي أو فرق النادي الأهلي معودان عليه خلينا نبدأ طبعا زي ما انتوا قلتوا يعني من شوية ونبارك مع رجال سلة الأهلي طبعا اللي توج ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة ستة وسبعين خمسة وخمسين وده تعتبر يعني أولى الفوز على أولى مباريات أو أولى بطولات الموسم الجديد يمكن كمان أقيمت المباراة زي ما انتوا قلتوا بالتأكيد على صالة استاد القاهرة الدولي طبعا عقب الحصول على هذه البطولة بيستعد الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية خلال الفترة المقبلة واللي طبعا بيستضفها نادي الاتحاد السكندري وبكده طبعا بيكون الفريق بيستعد للتدريبات لهذه البطولة خلال أسعات القليلة المقبلة كمان الفريق الأول سيدات ياد الأهلي حققفوز مهم جدا عالى على نادي هاليوليدو طبعا بنتيجة 33.39 خلال المباراة اللي جمعتهم مساء أمس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة بيعتبر هذا الفوز هو الفوز التالت في هذه البطولة كان آخر فوز طبعا للفريق كان قبل مباراة أمس كان أمام فريق هليوبلس بنتيجة 44.12 أما بالنسبة لفريق كرة الماء كمان يعني بالنادي الأهلي حقق الفوز على نادي الشمس بنتيجة 12.07 في المباراة الودية واللي قيمت مساء أمس ضمن البطولة الودية المقام على حمام السباحة بمقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة طبعا الفوز ده بيعتبر استعداد وتجهيز اللاعبين لبطولتاي الدوري وكاس مصر خاصة كمان أن بطولة كاس مصر هتبدأ في منتصف شهر أكتوبر المقبل وكمان يعني يمكن الفريق ده بالنسبة له كان يعني اكتساب للاحتكاك قبل بدء البطولات الرسمية أخيرا كمان على مستوى فريق الكاراتي استضافت طبعا صالة الكاراتي بالنادي الأهلي بالجزيرة الدورة الودية المجمعة واللي كانت كمان يعني أو قيمت على مدار يومي الجمعة والسبت ده طبعا استعدادا لانطلاق بطولة الدوري واللي هينطلق أيضا في منتصف شهر أكتوبر المقبل شارك طبعا في هذه الدورة الودية المجمعة يعني بجانب النادي الأهلي يمكن نوادي أخرى كتير جدا أبرزها نادي الأندلس والطلبية والظاهرية والقناة والغردقة وكمان جسد حرس الحدود وحدي الأهرام يمكن كانت دي هي المرحلة الأخيرة من استعدادات لجميع الفرق سواء على مستوى النشئين والنشئات وكمان الشباب والشبات دي كانت أبرز أخبارنا يعني على جميع المستويات سواء الأجواء من داخل المقر رئيسي هنا بالجزيرة وكمان يعني أخبار الفرق الرياضية الأخرى وأخبار كمان فرقنا الأول بشكركم جدا لعودة ليكم مرة أخرى احنا اللي بنشكر الجزيل الشكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة على هدي التغطية المتميزة شكرا لكم